أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا على يوم الثلاثاء خمسة واحد القمر اليوم رح يتنقل ما بين العذراء والميزان في ساعة الفجر فعشان هيك القمر رح يكون موجود في منزلة السماك الأعزل وهي الصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يمكت فيها حتى تمام ساعة خمسة واحد وأربعين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة الغفر وهي الكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي طبعا بالنسبة للقمر زي ما حكينا رح يتواجد بالعذراء وبالميزان طبعا تأثير القمر لما يكون موجود بالعذراء لغاية ساعات الصباح منعود لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمارين الرياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها نجد أن عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام منشعر أن الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما لها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسعنا اقتناع حيوان أليف ومطالع بالكتاب ومفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا إحنا الآن في فترة خلو المسار خلو المسار هذا بدأ من يوم أمس من المساء ورح يستمر لغاية الصباح للساعة 5 و41 دقيقة صباحا هذا يعني أن الفترة من الآن لغاية ساعات الصباح هي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا عدة زوايا فلكية اليوم ولكن أهمها هي زاوية الإختران السلبية اللي راح تكون بين عطارد وبلوتو هاي راح تكون الساعة 12 و58 دقيقة صباحا بتدفع الأشخاص للكآبة والهم وشعور بالدم وبيزيد من العناد ممكن يسبب نزاعات شديدة مع محيطك وأزمات برضو شوي ممكن إلها علاقة بالصحة يعني تأثر الإما على القلب أو على العصبية وممكن يصير بعض الحوادث اللي إلها علاقة بالنيران أما سياسيا ودوليا بالدل على انتقاد الصحافة للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة ازدياد حوادث العنف والعدوان ممكن يتم الكشف عن معلومات مخابراتية أو مؤامرات سياسية كانت تحاك في الخفاء هناك احتمال وقوع زلازل أو حرائق طبعا الساعة خمسة وواحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش القمر بصير استقر في برج الميزان هذا معني أن الفترة هاي القادمة رح تأثر علينا كلنا بطريقة معينة أي أفضل فترة عاطفيا لتعزير أو صار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر من ميلة الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في عملنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة وإعادة تزيين البيت أو المكتب واختناء حاجية جميلة بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعدها هي زاوية تتليث إيجابية رح تكون بين القمر وزحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 9 و22 دقيقة صباحا نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تتليث إيجابية بين القمر والمشتري ورح تكون هاي في تمام الساعة 12 و16 دقيقة بعد الظهر نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا القمر بما أنه رح يكون موجود في الميزان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس 7-1 بيبدأ في تمام الساعة 5 و54 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 58 و53 دقيقة صباحا لا ينتقل لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر القمر إنحسار المربع 22 يوم في تمام الساعة 9 و15 دقيقة مساءا بيصبح 23 يوم نسبة الإضاءة 62 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 19-1 مزاجها سعيد بنسبة يعني نقدر نحكي 75 في المية القمر في العذراء وبدأ ينتقل للميزان ورح يفضل فيه لغاية 7-1 مزاجه سعيد بنسبة 70 في المية وطارد في الجدي حتى يوم 8-1 يعني برضو انت حسته 40 في المية الزهرة في القوس حتى 8-1 سعيد بنسبة 25 في المية المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 منتحس بنسبة 75 في المية المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50 في المية زحل في الدلو حتى يوم 7-3-2023 منتحس بنسبة 10 في المية أورانوس في الثورب يتراجح حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 10 في المية نيبتون في الحوت سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم في ساعة الصباح ترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقد الأمور وتطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر من أمور الهلاقة بالقطيع أو الدعاوة القانونية لأن خصمك بالفترة هاي قوي والعراقيل ممكن أنها تستفزك برج الثور تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم حتى ساعة الصباح من ساعة الصباح بيبدأ العمل بتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم ممكن تتزامن الواجبات وتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي حاذر من المشاكل الصحية يعني بدك تراقب صحتك بشكل جيد برج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات بتحل مسائل عالقة أو كان مستحيل إنك تحلها فترة إيجابية جدا برج السرطان تنشطوا في السفر والاتصالات فترة مناسبة لإجتياز امتحان وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار لغاية ساعات الصباح ومن ساعات الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شي إنك تتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر والاستثمار برج الأسد ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك كونوا حذرين في النفقات متنعوا عن مشتريات غير ضرورية وفي ساعات الفجر بتنشطوا في السفر والاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشاطات حسب حقل اختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شي إنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا إلى خطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية حتى ساعات الصباح من ساعة الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهمش إنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة لبتهتم لأمور مالية أو استشفائية برج الميزان بيظل الجو بتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لا غاية يعني ساعات الصباح بعدين بتغيير للأفضل على صحتكم بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة في ساعات الصباح انتبهوا أكثر لصحتكم لا توقع على عقد ولا تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة في ساعات الصباح ابتلتقوا الأصدقاء أهمش أنك اتبادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف بيدعم تصوراتك لا تستسلم بل كرر المحاولات برج الجديد ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيده بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباءكم معكم في ساعة الفجر بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية بتخضع لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك بل قم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع يعني ممكن يكون في بعض القلق والتوتر خلال هذا اليوم برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك خففوا من النفقات المتصاعدة لغاية ساعة الصباح من ساعة الصباح بتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو بالاتصالات البعيدة فترى مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة بتناقش بقوة وذكاء وبتجرى على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة أو موضوع العلاقة بالسفر برج الحوت يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفي ما بنصح في هذا اليوم إتمام خطبي أو زواج أو توقيع عقد تجاري لغاية ساعات الصباح من بعد ساعات الصباح بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية أهمش إنك ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذر